اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة تانية ويعني الحقيقة من حقوقكم علينا ومن واجبنا كمان ان احنا نعيد وضع حضراتكم في اجواء الحوار الوطني حضراتكم احنا كنا تعودنا في هذا البرنامج في يوم الخميس والجمعة ان احنا بنقدم من يوم ما دع الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 26 ابريل الماضي الماضي ده مش اللي هو اول انبارح لا 16 ابريل السنة اللي فاتت للحوار الوطني للمختلف الطيوف والقوى السياسية والشبابية والهيئات الاجتماعية في مصر لحوار حول حوار سياسي حول اولويات العمل الوطني دي كانت الصيغة وبدأ العمل طوال هذه الفترة من اجل انجاز يعني الحوار الوطني كما يجب ان يكون ومر عام ويومين على هذه الدعوة بالضبط كده التاريخ 26 ابريل هنهضى 28 ابريل مر سنة ويومين ربما كان هناك اسئلة وهناك ايضا بعض القلق من كثير من المخلصين لهذا البلد حوالين مجريات الحوار الوطني وانه يا ترى ليه تأخر وجلمة ليه تأخر اصبعت كلمة متداولة عن كتير من الحريصين على مصر الراغبين في ان الحوار الوطني يعني يسير نحو مستقبل مصر مستقبل قريب وبعيد مستقبل الجمهورية جديدا ابنيها سويا وده اللي كان جوهر دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لكن انا عايز نهضى وحابب ان احنا يعني نقول بعض الاخبار والمعلومات حول الحوار الوطني اخر مستجدات وكمان ربما نجيب عن بعض الاسئلة والاستفسارات وحتى الاتهامات بداية يعني فيما يتعلق بالتأخير او ما يقال انه تأخير احنا الحقيقة محتاجين نعرف الحوار الوطني اي عملية حوار هي بتاخد اشكال مختلفة بتاخد اشكال يعني ممكن يبقى كلام ما بين الناس ممكن يبقى جلسات عمل يحضرها الناس ممكن تبقى مفاوضات بين الناس ممكن تبقى مؤتمرات وتجمعات يحضرها الناس ودي اشكال مختلفة للحوار الحوار الوطني حقيقة لما اطلقوا الرئيس عبدالفتاح السيسي فهم منه وفهمنا وفهم القائمون على الحوار واطرافه انه الهدف الاول والرئيسي له هو فتح قنوات الاتصال يعني ايه فتح قنوات الاتصال عشان تكلم كلام محدد وصريح وواضح خلال الفترة السابقة على دعوة السيد الرئيس لم يكن هناك لظروف كثيرة وهذه الظروف بالمناسبة اه ذكرت وشرحت وتم تداول اه التداول حولها في جلسات كثيرة كانت هذه الظروف قدت الى اه عدم موجود تواصل بين المختلفين في الرأي داخل مصر مختلفين في الرأي سواء في ادارة اه شؤون البلد سواء في القوانين في التشريعات في السياسات في الاقتصاد في السياسة في الاجتماع في المجتمع كان لا يوجد حالة من حالات السيولة في الاخذ والعطى باي شكل من اشكال اللي قلناها يعني لك كلام السنائي والسلاسي اه ميسر ولا التداول في اجتماعات وجلسات ولجان ومؤتمرات اه يعني متوفر وبالتالي كان هناك حالة من حالات انه القنوات مسدودة والجسور مش اه سلكة مش عايز اقول مقطوعة كان اول شيء اول معنى للحوار عشان ما فيه حوار في الاصل عشان الاشكال الاخرى اللي اخدها الحوار الوطن اللي هنرجع لتفاصيله بهايكله كان لابد من فتح هذه الجسور ولابد من انه هذه القنوات تعود مرة اخرى لكي يتمر منها الافكار والاراء والاتجاهات والاختلافات هذا الامر وبامتياز في رأيي جرى خلال العام اللي هو مضى خلال هذا العام اه على مستوى التواصل اللي ما كانش موجود وكل اطراف التواصل موجودين اه يعني في مصر اه لا احد منهم خارجها هم يقدروا يدلوا مشهاداتهم في ده اذا كان التواصل خلال هذا العام يشبه التواصل في الاعوام السابقة ام لا انا اجابتي اللي يعني من حق يقولها ومن حقهم يؤكدوها او يعني يعدلوا عليها انه مستوى التواصل خلال هذا العام كان غير مسبوق وكان هناك بناء لحاجة كانت غيبة ودي من اخطر الحاجات اذا غابت يبقى التعاون لبناء وطن واحد بشكل مشترك بالرغم الاختلاف عملية صعبة هي الثقة كان اه هذا العام هو عام بناء الثقة الثقة بين اطراف الحوار طيب اطراف الحوار دول ما هم مين يعني احنا بنتكلم على ايه ومين قعد مع مين لا احنا بنتكلم على اطراف سياسية تمثل احزاب اه كثيرة في مصر احزاب على مستوى المعارضة هي معارضة اه يعني لا توافق على عديد او كثير او جزء من ما اه ينفذ ويشرع في مصر واتخذ من القوارات وده حقها والاطراف واحزاب قد طبعا يعني داعمة لمعظم اللي يكون كل هذه القوارات والسياسات والتشريعات على مستوى الاحزاب والقوى السياسية ده موجود التأسيم ده موجود اللي هو اصطلح على تسميته المعارضة والمؤيد او المولاء ايا كان الاسم لكن هناك معارضة هناك معارضة هذا امر الاقرار بي كان امر يعني من اول لحظة لما الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا دعوته للحوار الوطني وكان اثناء القاء خطابه يجلس امامه في المائدة الرئيسية الاولى يعني اللي بجانب المائدة الرئيسية الاستاذ حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والمعارض المعروف ومعه عدد من المعارضين المصريين وسيادة الرئيس نزل لكي يحيي الاستاذ حمدين صباحي ويتحدث معه وكان معاه كمان على نفس المائدة زميلنا العزيز استاذ خالد داود اللي كان محبوس قبلها وخرج من السجن وهو الان متحدث الاعلامي والرسمي باسم حركة المدنية الديمقراطية المعارضة اذا اول فئة من الناس هم الاحزاب والقوى السياسية من الاطراف اللي هي بتتحاور غد نظر عن الجلسات اللي حرج عليها كمان هناك فئات اخرى هناك لدينا القوى النقابية نقابية مهنية او نقابية عملية نقابات ضخمة كبيرة كثيرة تضم ملايين من المصريين هناك المجتمع الاهلي والمدني يضم عشرات الالاف من الجمعيات الاهلية والمدنية وهناك قوى شبابية كثيرة موجودة ممثلة بعضها في البرلمان وبعضها ممثل في اتعادات وتعالفات هناك القوى الفلاحية ممثلة في نقابات للفلاحين اللي جرى خلال العام الماضي وكان ده مجلس امناء الحوار الوطني دعا اليه علنا انه دعا كل القوى اللي هي اجتماعية او نقابية او مهنية او غيره انها تعقد جلساتها هي للحوار الوطني في الاقاليم ومحافظات والمراكز وتسمع الناس وتشوف هم عايزين ايه ورغبتهم ايه سواء الفئات اللي هم بمثلوها او الجهاد بتمثلها او اي مواطنين خلال العام اللي مضى اللي هو الناس بتعتقد او بعض اعتقد ان الحوار تأخر تمت مئات من هذه الوقاعة والاحداث مئات من اللقاءات مئات من الاجتماعات مئات من التشورات مئات من يعني التباحث وفي داخل هذه المئات حدث هناك قطعا وهذا امر يعني مطروك للفطنة وايضا للمعلومات حدث قطعا توافق هنا واختلاف هناك وده طبيعة الاشياء لكن لم يعكر طوال هذه الفترة اي نوع من التواصل على اي مستوى وانا بقول هنا ان المستويات وصلت الى اعلى ما يمكن ان نتخيلوه من كل الجهات ذات الصلة بالحوار الوطني لم يبخل احد لم يبخل يعني طرف ولا جهة ولا احد بوقته ولا بمكانته ولا بموقفه عن المشاركة في حوارات العام المنصرم الجميع شارك وكان الحديث صريحا تماما في كل هذه الجلسات واستفاض الجميع في ابداء ما لديهم من اراء في التعليق على ما يجري وجرى في مصر من تطورات واحداث والجميع تصارحوا ولم يتهم احد احدا لا في الجلسات الجارة المئات ولا ما بعدها ولا في كواليس اي احد نعم هناك سوء تفاهم هنا وهناك ده صحيح وهذا طبيعي هناك اختلاف هنا وهناك هذا اكثر من طبيعي لانه من طبيعة الامور ان الحوار لا يجري الا بين من هم ليسوا متفقين مئة بالمئة خلال هذا العام جسور الثقة اللي هي ينبني عليها حالة تحققت بنسبة كبيرة جدا قطعا ما بقتش مية في المية عشان يعني لا نقوله اشياء لم تحدث لا لكن حدث انه الجسور والاتصالات والتليفونات اصبحت متواصلة اه اه ما فيش اه يعني نادرا ما حد او طرف او جهة او شخص او حزب او هو سياسية حد يرن على حد فما يردش عليه ده امور يا جماعة قد تبدو تفصيلية لكن هي غاية في الاهمية لتأكيد الاحترام المتبادل وتأكيد التقدير المتبادل وتأكيد الثقة المتبادلة طبعا زي ما بقول مرة تانية الثقة حتى اللحظة وصلت الى نسبة عالية جدا تكفي للبدء في تداول حول الحوار طب ايه الحوار نفسه يعني مجلس الامناء ده كان بيعمل ايه والحوار اللي هو يعني مقرر ان شاء الله انه مقترح ان يجري افتتاحه يوم الاربعاء القادم اللي هو يوم تلاتة تلاتة ماين اللي جرى انه المجلس الامناء ده كان اول ثمرة للثقة مجلس الامناء 19 زميلة وزميل بالاضافة الى الرئيس الامانة الفنية والمنصق العام 21 زميلة وزميل تم اختيارهم جميعا بالتوافق الذي يعكس التوازن يعني لم يحدث ابدا ان احنا سمعنا من اي قوة سياسية او نقابية او مهنية او غيره او مجتمع اهلي اعتراض على تشكيل مجلس الامناء مجلس الامناء عكس اول تجربة في بناء هيكل اول تجربة مشتركة والجميع ممثل في مجلس الامناء لا يستبعد فيه احد طيب مجلس الامناء ده كانت وظيفته ايه له وظيف كتيرا في لايحة مجلس الامناء اللي وضعها المجلس بنفسه والمجلس عشان يقدر ويقرر يعني انه هذا الحوار هو ملك لاصحابه عمل سابق قانوني انه هو المجلس نفسه اللي اصدر قرار تشكيل نفسه هو اللي اشكل نفسه ليس جهة اخرى ووضع في لايحته استبعاد التصويت في كل قضايا الحوار يعني لو فيه رأيين مثلا في الامن يبقى واضح ومباشر مثلا لو اللي جاني الحوار لجنة المواشر الحقيق السياسية والتمثيل النيابي طلعت رأيين رأي مع الانتخابات بالقائمة المطلقة ورأي مع الانتخابات بالقائمة النسبية مجلس الامناء لن يصوت ويستبعد احد الرأيين ابدا هو كل دوره فقط مع السادة المقررين ومقررين العموم المساعدين أنه بيدرسه فقط إذا ما كان هناك عائق دستوري أمام نقطة أو نقطتين في النظام المقترح لكن النظامين دستوريين يتم رفع النظامين إلى السيد الرئيس الجمهورية حسب ما جاء في دعوته للحوار عشان يتخذ من الإجراءات ما يرى من الناحية التشرعي مجلس الامناء اتفق على التصور واحد بيرفعه مباشرة لمجلس سيد الرئيس الجمهورية وخاصة إذا كان ده جاي من اللجان